مجلس النواب في قيام دولة قطر بالسماح للبحارة البحرينيين الصيدة في المياه القطرية إلى الحدود القطرية الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية السعودية ويشير مجلس النواب إلى ضرورة التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك ويسهم في الحفاظ على العادات والتقاليد والعراف الأصيلة والحفاظ على المصالح المشتركة طبعا قضية الصيادين قضية كانت شائكة وكبيرة وتخص جميع المواطنين ذو أصحاب الدخل المحدود والأرزاق المحدودة لحظنا تدخل القيادة الرشيدة بالمحافظة على مكتسباتهم وتعويضاتهم وتوجيه معالي وزير الداخلية شخصيا بمتابعة هذه الملف اللي كان حريص كل الحرص على جمعهم ولقائهم واستقبال شكاويهم وتم تشكيل فريق لمتابعة الأضرار التي تعرضوا لها بخصوص تعرضهم في المياه الإقليمية من قبل دولة قطر وأيضا لحظنا في اجتماع رئاسة الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء عسى الله يحفظ الشيخ سلمان كانت هناك توجيهات كبيرة لخصوص حلحلة هذه الملف وتعويضات الصيادين ومحافظة على أرزاقهم نشكر القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك على عمل هذا الملف ملف في الصيادين اللي كان يشغل جميع البحرينيين كل الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما تفضل به من وقفة حقيقية وجادة من أجل نصرة هؤلاء الصيادين وأيضا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء طبعا التوجيهات الأخيرة بخصوص دعم هؤلاء الصيادين ما تنم إلا أن حس وطني حس استشعر حجم المعنى اللي عناها هؤلاء الصيادين وهذه ليست بغريبة على مملكة البحرين أنه دائما له رؤية بعيدة المدى من أجل الارتقاء ومن أجل الحفاظ على كينونة مجلس التعاون لدول الخليج العربي والليه هذه من أهم أهداف قيام دول مجلس التعاون مجلس التعاون